بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والمسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين النهاردة إحنا هنتكلم في المحاضرة دي عن جزئية مهمة جدا في قواعد البيانات وهي Refreshional Integrity أو بمعنى أصح ما يسمى أحيانا بلغة عربية بالتكامل المرجعي والتكامل المرجعي يا جماعة هو برعا تقنية أو أسلوب معين إحنا بنستخدمه علشان نحافظ على شكل ثابت للبيانات داخل جدا والقواعد البيانات الشكل الثابت قد يكون فيه أشكال كالآتي أنه أنا مثلا عايز أضمن أنه حقل البيانات بتاعي مثلا من نوع معين لا يتكرر فيه أي مجموعة من البيانات زي مثلا استخدامي لـ Unique Constraint على فيلد زي الكولون اللي اسمه إيميل بالتالي أقول أنا كده حافظت على شكل ثابت وضمنت تكاملية الداتا بتاعتي لأنه أنا عارف أنه حقل البيانات الإيميل مش هيتكرر عندي نهائيا فبالتالي استخدمت وسيلة زي الـ Unique Constraint أو أني أقوله مثلا نفس الكلام برضو في أن أنا أحافظ على تكاملية البيانات لحقل البيانات زي الـ User Name أن أنا مش عايز يكون عندي أكتر من الـ User Name بنفس الاسم لأن أنا كده على سبيل المثال حتلغبط أو استخدامي للـ Not Null Constraint علشان أحافظ على شكل ثابت للبيانات بطريقة معينة وهو أن أنا مش عايز أصلا أن حقل البيانات من نوع معين يكون فيه قيمة فاضية زي أن أنا مثلا أجي أقول على سبيل المثال أن الـ Address ما ينفعش يكون فاضي أنا محتاج الـ Address بتاع كل واحد من ضمن الناس الموجودة عندي مثلا في جادول زي الـ Customers في قائدة البيانات بتاعتي وهي كذا أو استخدامي للمفاتيح الثانوية وهو ما سنراه الآن في أنني أقوم بالجادول بربط مجموعة الجداول ببعضها البعض عن طريق مفاتيح معينة رأينا منها المفتاح الأساسي وهو دائما ما يكون يونيك فريد لا يمكن تكراره وبالتالي دائما ما أستخدمه للحصول على بيان معين أو سجل معين بكل سهولة من جدولي في قائدة البيانات وسأرى الآن كيفية ربط هذه الـ Records أو هذه السجلات داخل الجدول الواحد بجداول أخرى قد تكون بينها وبين بعض مجموعة من العلاقات وبالتالي فإحنا هنتكلم بقى عن أنواع العلاقات بين الجداول داخل قواعدة البيانات ما هي العلاقات؟ العلاقات هي شيء يمكن أن نقول عنه أنه شيء منطقي أن هناك علاقة ما أو شيء ما يربط ما بين جزء أو آخر كائن أو آخر سجل أو آخر داخل جدول قواعدة البيانات زي أن أنا مثلا آج أقول لو أنا عندي مثلا جدول فيه المشتريات وعندي جدول فيه المنتجات وعندي جدول فيه المستخدمين ما هي علاقة المستخدمين بالمنتجات؟ المستخدم يمكن أن يشتري منتج أو أكثر ما هي علاقة المشتريات بالمنتجات؟ المشترى الواحد قد يحتوي على أكثر من منتج يعني أنا مثلا أقول الأوردر رقم 3 بيحتوي على المنتج 7 و 8 و 9 و 10 وهكذا إذن هذه هي العلاقات هناك ما يربط بين الكائنات داخل الجداول ببعضها البعض هذه الهياكل من البيانات هناك ما يربط بينها ببعضها البعض وبالتالي عندي أربع أنواع لقواعد أنا أسف لرليشنشيب جوه قواعد البيانات وهي علاقة 1 to 1 1 to mini أو mini to 1 vice versa يعني لتنين تقريبا واحد mini to mini والself referencing relationship ما هي علاقة 1 to 1 علاقة 1 to 1 تكون موجودة داخل قواعد البيانات طبعا ترابطية زي قواعد بيانات MySQL عندما يحدث أن يكون هناك سجل معين في الجدول الأب مرتبط بسجل أو لاشئ في جدول آخر ناخد مثال حقيقي بجد في البرمجة أو قواعد البيانات زي مثلا لما يكون عندي جدول للمستخدمين يوزرز فأنا مثلا حاطت الـ ID بتاع اليوزر والـ username والباسورد بتاعه وعندي بقى جدول تاني يحتوي على كافة تفاصيل البروفايل أو البيانات عن هذا المستخدم زي مثلا اسمه الأول اسمه التاني على سبيل المثال الـ Skype ID بتاعه المسنجر بتاعه تليفونه عنوانه مجموعة أخرى من البيانات زي سورته على سبيل المثال وهكذا دي كلها بروفايل فأنا فصلتها تماما على جدول المستخدمين الرئيسي اللي أنا مش عايز فيه مثلا أكتر من الـ username الـ password آخر عملية دخول تمت امتى وممكن يكون الـ password اللي تجيب تاعليوزر ده مثلا هو admin ولا مش admin وهكذا وبالتالي أنا كده زي ما حضركم شفتوا معايا قدرت أن أنا أقول أنه أنا عندي علاقة وان توان لأنه المستخدم الواحد له بروفايل واحد والعكس صحيح البروفايل لا يمكن أن يكون إلا مجموعة بيانات فقط لمستخدم واحد إذن هذه هي علاقة وان توان أن هناك مستخدم له دات في البروفايل تيبل وهذه البيانات في البروفايل تيبل لا يمكن أن تشير إلا فقط لمستخدم واحد وبالتالي هذه العلاقة من العلاقات ما تسمى بعلاقة وان توان أو واحد إلى واحد أو على سبيل المثال مثلا ممكن نقول أنه أنا عندي جدول مثلا زي برضو الكاستمرز والأدريس الكاستمر واحد ممكن يكون لي أدرس واحد فقط وعلى عكس ذلك الأدرس نفسه برضو بيشير فقط إلى هذا الكاستمر لأن أنا لو جيت مثلا قلت أنا ساكن في البيت الفلاني عمارة شقة كذا غير لما طبعا أقول أنا ساكن في الشراء الفلاني لا الشراء الفلاني هنا ممكن يكون الشراء ده بيحتمل أكتر من يوزر إذن رؤيتك في كيفية إنشاء الجدوى اللفسه والعلاقة كعلاقة واحد لواحد تتحدد أيضا على ما هي البيانات وعموميتها أو خصوصيتها لأن الخصوصية هنا تؤكد أكثر علاقة وانت وان إذن أنت في الغالب تتحدث هنا عن مفهوم مهم جدا شامل وهو مفهوم تواجد الخصوصية في داخل هذه البيانات لأنك تخصص بيان معين لفرض واحد فقط إذن واحد لواحد أنا أقول إيه والله أنا عندي سبع موبايلات على التلبيزة وعندي سبع أسماء لمستخدمين الموبايل ده بتاع المستخدم لا يمكن أن يكون بتاع المستخدم التاني أو التالت أو الرابع والمستخدم ده عنده الموبايل ده فقط لا يمكن أن يمتلك الموبايل واحد وثنين وثنة وثنة واربعة لأنه كل واحد منهم له مالك معين إذن هنا عندما ترى صعوبة أحيانا في تشكيل ما هي علاقة واحد لواحد فكر دائما في الملكية المفردة أو الملكية التامة أنا بسهيلها عليك ليه؟ علشان حتتأكد أنه لا يمكن إطلاقا أن يمتلك في الجدول الابن شيء إلا فرض واحد فقط زي مثلا بقول لك كده user user profile هو المستخدم ليه profile واحد بس البروفيل ده لا يمكن أن يعود بأي حال وهكذا إذن هذه علاقة وان تو العلاقة الثانية هي وان تو ميني أو ما تسمى بالميني أيضا توان وهي علاقة توجد عندما يكون هناك أكثر من سجل في الجدول الابن مربوطة بسجل واحد في الجدول الأب وبالتالي إحنا هنا بنسميها علاقة وان تو ميني أو على العكس ميني توان وبالتالي لما تجي تشوف أمثلة مثلا نقول عندك موقع فأنت بتعمل فلوحة التحكم مثلا للمستخدم صفحات الصفحة دي ممكن يكون لها كاتيجوري وسب كاتيجوري فتجي تقول كاتيجوري مثلا زي الصحة سب كاتيجوري مثلا زي جزئية أمراض العيون وبالتالي قد يكون هناك كاتيجوري أم زي الصحة أو الهلف كير على سبيل المثال الرعاية الصحية ولكن هناك سب كاتيجوري تحت هذا الكاتيجوري الأم إذن الكاتيجوري هنا هو الوان والسب كاتيجوري هو الميلي على سبيل المثال أن تقول هندسة معمارية أو هندسة مدنية أو مثلا مقاولات أو مثلا اللهم نذكرني يا رب نقول مثلا بند مثلا عام زي مثلا الكيمياء عندي مثلا بايو كيمستري أو نفترض عندي أكتر منه أورجاني كيمستري فأنت بتقول عندي كاتيجوري وعندي سب كاتيجوري مثال آخر زي أن يكون مثلا عندك في الشركة بتاعتك الديبارتمنت الديبارتمنت ممكن تحتوي على أكتر من موظف إنما الموظف ملوش غير ديبارتمنت واحدة بس شغال فيها الكاسمر ممكن أنه يشتري أكتر من أوردر يعني يعمل أكتر من أوردر إنما الأوردر واحد من إلى إيه إلى كاستمر واحد فأشوف العلاقة وانتو ميني إز إنو الميني دول كلهم بيشيروا برضو في الآخر إلى سينجل ريكورد اللي هو الكاستمر بتاعي لا يمكن أن يكون أي واحد يوم بيشير إلى أي كاستمر آخر الأوردر الواحد ممكن برضو يشير إلى أكتر من برودكت البرودكت دي تم شراءها جوى الأوردر ده وهكذا دي كده علاقة وانتو ميني وتقريبا هي من أكثر العلاقات المستخدمة في جداول قواعد البيانات لأنها يعني علاقة مشهورة جدا هتلاقي عليها أمثلة كتير جدا زي ما شرحتها لحضرتهم بالزبط كده لأن مثلا أجي أقول إيه في قاعدة البنات اللي إحنا كنا عمل لها عندي إمبليويز وعندي إمبليويز ريبورد أنا ممكن يكون عندي مئة ألف ريبورد منهم عشرين لمحمد وثلاثين لأسامة وخمسة وسبعين العلي وهي كذا فشوف العلاقة وان إمبليويز ريبورد نفسها عندنا بقى كمان علاقة من العلاقات زي علاقة الميني ريبورد هنا بقى العلاقة دي بتوجد لما يكون في ريكورد في الجدول الأب له أكثر من علاقة بريكورد في الجدول للإبن وعلى العكس أيضا زي مثلا إن أجي أقول الستيودنت الواحد ممكن يخش أكتر من كورس فأنا عندي جدول للكورس وعندي جدول للستيودنت فعلا الستيودنت الواحد ممكن يكون داخل في أكتر من كورس والكورس الواحد قد يحتوي على أكثر من استيودنت يعني العكس نفس الكلام بالنسبة مثلا للموظف الموظف الواحد قد يكون عضو من أعضاء ديفولوبمنت في بروجيكت معين أو أكثر من بروجيكت أما البروجيكت نفسه برضو على سبيل المثال ممكن يحتوي على أكثر من موظف بداخله إذن هنا العلاقة ستكون علاقة ميني تو ميني لأنه الموظف الواحد ممكن يكون مشترك في أكثر من بروجيكت والبروجيكت الواحد ممكن يحتوي جوه على أكثر من موظف زي بالزبط نفس الكلام برضو الكاستمر هو البرودكت الكاستمر ممكن يشتري أكثر من برودكت والبرودكت ممكن يتباع لأكثر من كاستمر وهكذا وبالتالي هناك علاقة تربط دائما ما هي استخدام أو تنافع أو مصلحة الريكورد الأولاني مع الريكورد التالي وهنا أنت بتحدد على أساسها علاقة الوان تو ميني أو علاقة الميني تو ميني لكن علاقة الميني تو ميني بقى دايما تحطها في الاعتبار أنه واحد من الجدولين لن يمكن أن يعبر على هذه العلاقة لذلك دايما وأبدا بيتم إنشاء جدول وسيط ما بين الجدولين دول وهو جدول مصغر يحتوي في الغالب على مفاتيح أساسية أو أنا أسف مفاتيح يعني ثانوية تشير إلى الجدولين وده اللي حنشوفه مع بعض دلوقتي إن شاء الله وإحنا نشغلي في حاجة ننسيتها تقريبا برضو ليه كانت الـ self-constraint ذكروني إن أنا أكتب اللي سلايب بتاعتها الـ self-referencing بقى الـ self-referencing relationship عبارة عن إيه بقى هنا في الحالة دي بتلاقي إنه طبعا هي حالة يعني كده حالا شوية شبه نادرة بس واجد واجد جوارك جدا هدوثها وهي إنه الجدول نفسه بيشير إلى نفسه في بيانات زي مثلا حديكم مثال حقيقي إنه مثلا يبقى عندي جدول للكاستمرز ففيه الكاستمر ايدي بتاعي وأكون أنا عايز كمان يكون عندي خانة مين اللي عمل ريفير للكاستمر ده على الموقع بتاعي الـ ايديات كلها أصلا موجودة في نفس الجدول حتى من من أشار لهذا المستخدم إلى موقعنا أيضا ايدي بتاعه موجود في نفس الجدول وبالتالي هتلاقي إنه إنت عندك هنا شيء جميل جدا جدا وهو إنه الجدول نفسه بيريفرنس نفسه يعني السجلات ممكن ترفرنس نفسها يعني نقول مثلا السجل رقم 80 هو المستخدم رقم 80 ومن أشارة للمستخدم رقم 80 لهذا الموقع هو المستخدم مثلا نقم 73 وهكذا ده علاقة من ضمن العلاقات اللي ممكن فعلا تكون برضو موجودة اللي هي الـ self-referencing relationship مش معنى إن هي مش موجودة كتير إنه إحنا منستخدمهاش لكن هي واحد من ضمن العلاقات اللي إحنا ممكن نعتمد عليها في شغلنا هنا بقى حنوضح مفهوم مجم جدا وهو مفهوم الفورين كي فالفورين كي يا جماعة هو عبارة عن ما يسمى بالمفتاح الثانوي والمفتاح الثانوي دائما ما يكون حقل أو أكثر من حقل بيشيره إلى حقول بيانات في الغالب الرئيسية داخل الجداول الأباء يعني حقل في الجدول الإبن بيشير إلى حقل رئيسي في الجدول الأب بتاعي وبالتالي أنت دايما بتبقى عامل كده علشان تقول إن حقيقة سأقوم بربط الجدول الأب بالجدول الإبن لضمان بقى إيه؟ لضمان اللهم أذكرني يا رب التكاملية المرجعية ناسف تمام كده؟ يعني لضمان فعلا إن أنا أقول عندي شكل ثابت من البيانات فممكن أكون أنا بحافظ بهذه طريقة على البيانات كالآتي عندي مثلا ونفترض جدول حقيقي في عالم البرمجة مثال جدول للمستخدمين المستخدمين عندي على الموقع قاموا بشراء أكثر من منتج فهناك أكثر من أوردر وشوف بقى الحقيقة بصرح أديك مثال حقيقي بجد من البرمجة فيقول لك إيه؟ أنا عندي أربع جدول جدول كاستمرز جدول أوردرز جدول برودكتس وجدول نوتيفيكيشنز فأنا عايز على سبيل المثال إنه المستخدم بتاعي اللي هو مثلا موجود في الجدول كاستمرز لو أنا قلت إنه المستخدم ده عنده أكثر من نوتفيكيشن إذا علاقتي وانتو ميني؟ المستخدم بتاعي قد يكون بينه وبين المشتريات أوردرز فأقول مثلا عندي جدول للمشتريات أو الأوردرز بتاعتي المستخدم له ممكن أن يكون لهم أوردر أو أكثر من أوردر على سبيل المثال ممكن يكون في علاقة بين جدول المستخدم والمنتجات إنه المنتج ده تم شراءه بوسطة كام مستخدم والمستخدم ده قام بشراء كام برودكتس وهكذا وبالتالي هي علاقة هنا إيه؟ علاقة ميني تو ميني هنا بقى لما تيجي تبصت له إيه بقى إنه أنا حربط الجداول بمفاتيح رئيسية وثاناوية زي أن أنا مثلا أجي أقول في الجدول الأولاني هذا الجدول للمستخدمين فحعمل مثلا كاستمر اي دي وده مفتاح أساسي وعندي جدول آخر للمشتريات هقول فيه مثلا إنه على سبيل المثال فيه اي دي للمشترى الأوردر نفسه وفيه كمان على سبيل المثال وانا افترض اللهم اذكرني يا رب ID لليوزر نفسه وبالتالي الوردر ده خاص بهذا المستخدم على سبيل المثال وممكن يكون عندي أكتر من ID للوردر الواحد للبرودكتس بهذه الشكلة وبالتالي ممكن أكون أنا رابط وأن أفترض على سبيل المثال الوردر الواحد بتاعي زي ما حضركم عارفين بالكاستمر والوردر رقم اثنين برضو كاوردر بالكاستمر ووردر رقم ثلاثة بالكاستمر فهنا أنا رابطت المفتاح الثانوي بتاعي اللي هو الكاستمر ID بتاعي بعد الوردر ID بالمفتاح الرئيسي بتاعي في جدول الكاستمر بتاعي طبعا ده أنا بربطه عن طريق المفتاح الثانوي وإحنا هنا حنشوف مع بعض حالا بقى مثال حقيقي كامل لجداول فيها علاقات بينها وبنبعض تمثل هذه العلاقات كاملة على بعضها البعض وفي نفس الوقت أيضا سنقوم بعمل مفاتيح ثانوية لضمان أن نقوم بهذه العملية بشكل حقيقي ولاش شكل منطقي كما فعلناها مع قواعدة البيانات السابقة فتعالا مع بعض نشوف إحنا حنعمل إيه وإحنا شغالين أنا حعمل مثلا دلوقتي أنا أسف أنا أحعمل مثلا دلوقتي معاكم هنا جدول أنا أسف هعمل معاكم قواعدة البيانات اسمها ستور كريت داتا داتا بيز اسمها ستور كاركتر ست اسمها ستور كريت داتا بيز اسمها ستور كريت داتا بيز اسمها ستور التابل داتا أنا حسميه يوزرز واليوزرز بتوعيدول أنا حعملهم كلا دي اليوزر اي دي هو عبارة عن انتجر انساينز نوت نال كي واوتو ان كريمانت هعمل اليوزر عبارة عن من 30 حرفة مثلا ماكسيمم نوت نال وهعمل الباسورد بتاعي ونفترض عبارة عن من 22 حرف هستخدم مثلا تشفير معين وهبقى اعرفكم الحاجات دي ان شاء الله واحنا شغالين عملي بجد سابت دايما ونوت نال وهقول له لوجين كان عبارة عن الديت تايم بتاعي وده نوت نال او خلي نال مش مشكلة بعزي الشكل انت ايه ساني واحدة او خليت تابل يوزر يوزر اي دي انت انسايند نوت نال بس معانا الغلوب جاي من نيم بالضبط جاي من كلمة create بسم الله الرحمن الرحيم create create وده انت تابل يوزر وده الوزر اي دي وده الوزر نيم وده الباسورد والواسورد راح فين باسورد اختفوا قليه مكلا سانا جلعانا ولا اهمك او باسورد شار 72 مكلا سانه هاتو كوبية العربات كوبية حطوه هنا بيست بس كتا خلاص شو تابلز هادي التابل الاولية بتاع describe users user id integer unsigned primary key auto incremented user name varchar من 30 حرف last login date time هزود انا مثلا هنا alter table اسمه مسلا انا اسف ال users colon اسمه privilege ودي عبارة عن وان مثلا اتنين بهزي الشكلة يعني مسلا اكين انا عامل كده انه دي لو واحد يبقى admin والاثنين دي بقى user عادي مسلا تاني اهو بهزي الشكلة تمام كده تمام كده دلوقتي بقى انا عايز اعمل جدول اسم بروفايل create stable users بروفايلز هحط بقى هنا عندي على سبيل المثال البروفايل البروفايل ايدي فانا هنا هعمل ايه؟ لان البروفايل ايدي ده هو عبارة عن نفس بيانات وانواع البيانات والاتريبيوتس بالزبط بتاع ال user ايدي int unsigned بالنسبالي ده كده كافين جدا جدا ونطنال اهو ده البروفايل ايدي هعمل مثلا بقى هنا الفيرست نيم عبارة عن من مثلا 20 حرف نطنال ممكن اخليه مرضو من 20 حرف بس اكسبت النال عادي لكن انا دايما محتاج الفيرست نيم ممكن مثلا احبت بيانات زي الفيسبوك url مثلا عبارة عن varchar من 100 حرف مثلا انا برضو ممكن اخليه نال ممكن ديكن الامجاة بتاعتي عبارة عن varchar من 150 حرف مثلا وانا عايزها نالة هادي وممكن يكون مثلا من ضمن الحاجات اللي انا عايزها الجندر بتاعي ده انا عايزه دايما عبارة عن مثلا inam من mail او في mail وانا عايزه نطنال عشان دايما المستخدم يكتبهولي وعايز مثلا الادرس بتاعي بهذه الشكلة فالادرس هنا بقى انا هحطه مثلا varchar من 100 حرف وانا عايزه نطنال هنا بقى انا عايز احط مفتاح ثانوي فحعمل constraint وبالتالي هقوم كاتب ايه بقى constraint وهتدي له اسم مثلا زي foreign key profile id وهقوم قال ان انا عايز اعمل foreign key للعمود اللي اسمه profile underscore id بهذه الشكلة على انه يريفرنس جدوه لليوزرز وده بيشير الى user underscore id بهذه الشكلة واقفل الجدوه البتاعي تعال بقى اعمل لي دلوقتي describe للجدوه البتاعي اللي هو user underscore profiles شوف بقى حضراتكم ده ال profile id integer unsigned not null بس هو mul هنا بقى مفتاح ثانوي للمفتاح ال primary الرئيسي بتاعي اللي هو user id يعني ده لازم يكون مرتبط بدا لو انا عملت جملة insert ال data هنا او update data والقيمة بتاعتي بتاعة profile id مش موجودة في user id لا سوري معلش انت هنا مفيش تكامل نهائيا في ال data لانك دخلتلي بيان ليس لها اي علاقة بجدوة للا ايه المستخدمين هنا شو بقى التكاملية المرجعية بتاعتي بقى انه انا هنا بقول ايه التكامل المرجعية او التكاملية المرجعية بتاعتي هنا انا بتأكد هنا انه ال data بتاعتي سليمة 100% لا يمكن ان اقوم بإدخال record هنا ليس له اي مستخدم هنا هنا العلاقة زي ما حضراتكم بقى شايفين هي علاقة one to one لانه انا لما هدخل هنا user هحط له هنا profile لما هدخل هنا user هحط له هنا profile لو عملت update على ال profile ده هيكون update لل profile بتاعلي user ده لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون هذا ال profile لأكثر من ايه؟ لأكثر من مستخدمين ترجمة نانسي قنقر